مرحب بكم جميعا في هذا المجلس الذي يأتي دوما تحت عنوان الحمد لله على نعمة الإمارات الحمد لله على نعمة الإمارات و قيادة الإمارات و أمن و استقرار دولة الإمارات إذن نحن في هذا المجلس الذي يحمل شعار هذا ما يحبه زايد لنعيش مجموعة من القيم الأصيلة النبيلة الإنسانية التي تجسدت في روحنا و في أعماقنا و في جذورنا و أسرنا و فكرنا و تعاملنا مع الآخر طبعا زايد القائد زايد الأب زايد المعلم زايد الإنسان هذا الرجل مهما تكلمنا ما رح نو فيه حقه هذا الرجل كبير كبير بإسمه كبير بدولة الإمارات رجل بأمة في كلمة للشيخ زايد الله يغفره و يرحمه إن شاء الله قال قال المال ما لله والأرض أرض بالله والبيينة حياها الله طبعا من هنا نقدر نتكلم أو نستخلص منه زايد في أشياء كثيرة يعني مغفية عن الناس ولكن إحنا إذا نرجع إلى الشيخ زايد عندنا مصار دولة الإمارات العربية المتحلة في كل دول العالم القرية تتأخر في الخدمات عن المدينة الشيخ زايد الحمد لله أمر أن الخدمات العصرية توصى إلى الكل ولذلك ما في منطقة في الإمارات إلا بطلثة الخدمات إن كانت مدينة أو قرية صغيرة فلنحن لما نتبع قصص شيخ زايد الله يغفر الله ورحمه ونتعلم منه نجد الكثير من القصص اللي تدفعنا ندفع أنه نحن نقتدي بهذا الإنسان نقتدي بأبونا نقتدي بوالدنا ومعلمنا الله يغفر الله شيخ زايد الحمد لله يعني الروح الوطنية موجودة عند جنودنا والتضحيات موجودة حتى يعني رأينا بعض المقابلات للجرحة بعض الجرحة يقول يعني فيه واحد من الجرحة يقول خلوني برجع مع ربعي نعم حتى وهو جريح يبيني تعالج يقول بس فكوا عني الجس أبا أرجع مع ربعي لهذه الدرجة يعني الروح الوطنية موجودة فيهم هذه السنة هي غير هذه المجالس الرمضانية لأننا نتحدث عن رموز هم فخر للإمارات هم شهداء الأبرار التضحية والفداء فهذه المجالس يعني بما تحمله من مكانة كبيرة هذه العام هي تأتي برعاية من مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القايد لعلى القوات المسلحة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان الذي يعني أمر بهذا المكتب لرعاية الشهداء والاهتمام بالشهداء لأنهم رمز وفداء وخير لدولة الإمارات وأيضا هي بتنظيم من وزارة الداخلية وتوجهات مستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد دال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الداخلية كل شكر لسمو الشيخ وأصحاب المعالي الجميع وأصحاب السعادة وأسرنا وأسر الشهداء جميعا الحظر ويانا اليوم ونسأل الله أن يوفق الجميع ونتقبل طاعاتكم ما تبقى من الشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر